مرحبا برج الحمل أهلاً فيكم في القراءة العاطفية القراءة رح تصلح حق الطالع والشمسي وأيضاً القمري مثل مواعدكم هاي القراءة رح تكون مفصلة عندنا مجموعة المنفصلين والعزاب وأيضاً المرتبطين مع عدل علاقات الثلاثية لأن أحس أن تحتاج قراءة لحالها إن شاء الله يسعن الوقت وأسويها بعدين خلال الشهر أول شيء كل مجموعة رح تحصل ثلاث أسئلة وثلاث أجوبة يبتلي بمجموعة المنفصلين أول سؤال ما هي مشاعر الشريك تجاهك الآن أربع الأكواب احتمال أنك تتعامل مع برج الشريك من برج مائي عقرب حود سرطان شريكك كأنما ما أقول لك فقد الأمل ولكن فقد الأمل فيك أنت قاعد يحاول يوجد طريقة ثانية للتواصل معك أحس أنه خذلك وايد تعبك كوايد عند إحساس بالندم عند إحساس بأن أنا قاعد أغلق يا برج الحمل بس ما عندي قدرة على السيطرة على أفعالي فحيني شوفي حاول يتواصل مع أحد من معارفك من الأهل من الأشخاص المشتركين اللي بينكم عشان يقنع أن يفاتحك بموضوع الرجعة يعني يحسك أنه أنت رافض الغصن الأول في شيء في طاقة هني تقول لي أنه راح حل الأخير راح يكون استخدام وسيلة ضغط أو كأنما ما بقول لك وسيلة ضغط إلا إذا كان شريكك ما عنده مشكلة يتعامل بالأسلوب الجاف ولكن يحس أنه إذا تقطعت به السبل راح يتعمد إنه مثلا إما يلوي ذراعك إما يضغط عليك عن طريق يستخدم شيء يستخدم ضدك مثلا الأشخاص المعارف اللي شفناهم هني الأبناء إذا بينكم أبناء أسرار يعرفها عنك لكن أشوفك أنت هنا يا برج هو يحس أنه أنت المتحكم وأنت عنيد الإمبراطور هذكرتك أنت يا برج الحمل مشاعره الحين تجاهك يتخللها ترى يحس أنه هو مو قد مقامك حس أنه أنت اللي مثالي أنت اللي كنت صح أنت اللي كنت على حق ولكن أهو ما عطاك حقك أهو اللي غلط أهو اللي قصر وكأنه ما حين قاعد يحاول تشوف طريقة يعوضك فيها ولكن شلو نتعوض الإمبراطور الإمبراطور أوردي يملك كل شي التعويض بالنسبة له جدا صعب نزيل فنختصر هاي السؤال ونقول مشاعره تجاهك قاعد يطغي عليها شعور الإحساس بالندم وقلة الحيلة قاعد يقول إذا ما قدرت عن طريق أسلوب الماء النطيف رح أحاول حتى أني أستخدم أسلوب الضغط أو التلاعب بالمشاعر السؤال اللي بعده هاي الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا ثمان الخماسيات شريكك بحث عن بدائل مو بديل ولا بديل حاول كذا مرة أن يوجد بديل لك ولكن صعب أنك تستبدل الإمبراطور الإمبراطور هو ملك الملوك إشلال رح تنزل من مستوى جدا عالي عند أشوفك يبرج الحمل معاييرك جدا عالية في طريقة تصرفك طريقة أنك دائما تتصرف صح مع الشريك ما يبدر منك أي شيء غلط ما تقصر معه فما قدر يستبدلك كل شخص بالنسبة لك قارنة فيك وحاول حتى أنه يواصل معه كان بمثابة أنه خطة بديلة ولكن ما يقدر يعوض مكانك فللأسف أنه الحين يكتشف هاي الطريقة لأنه أحس أنه هنا في الغصن الأول أنت تكشفت لك الحقيقة تكشفت لك حقيقة تحتمال أنه شخص يخون أو شخص موجاد معاك مو صادق معاك ما قاعد يحط لك الأولوية فهو هنا مو راضي بالانفصال ولكن كأنه قاعد يقول أنا مستغرب بشلون برج الحمل صبر عليه كل هالوقت وتحمل مني كل هذه الأشياء شلون ما تحرك عندنا هني الرجل المعلق شلون ما تحرك قبل أنا لو كنت مكانة كان سحبت عليه أو كان سحبت وانسحبت من علاقة أسرع وقت ممكن كأنه مهني أهو مستغرب شلون أنت صبرت عليه شلون أنت تحملت لأنه جرب غيرك وغيرك ما قدر يتحمله غيرك ما قدر يستمر معه هذه طاقتك أنت أيضا احتمال أنك تتعامل مع برج الأسد وبرج القوس في حياتك عندك ملك النار احس أنه هو اللي أصبح الآن ضعيف ومحتاج لك وعرف قيمة نفسه وانت اللي حين أصبحت مستقل وقوي وتجذب الانتباه تجذب النظر كل الناس ينظرون لك وكل الناس أيضا يشوفونك أنه أنت اللي صح بعقب هالي الانفصال انكشفت ترى الحقيقة للناس أنه أنت اللي صح فهو موسعيد ولا راضي لكن أشوفه مستحي وقعد يفكر شلون راح يعرض عليك أو يفتح معاك الموضوع مرة ثانية آخر سؤال ما هي خطوة القادمة معاك خمسة سيوف طاقة إذا كان في بينكم حضانة الأبناء إذا كان في ممتلكات أو أشياء يقدر يستغلها ضدك ايضغط عليك فيها نفقة مثلا أم عطني اللي أعطيتك إياه أو مثلا راحظل أتكلم بين الناس لحد ما أحصل منك الي برج الحمل على ردة فعل لحد ما تشيل عني البلوك و تكون مستعدة إنيك تسمع مني هذي خطوة القادمة راح يتصرف شوي بطريقة طفولية غير ناضجة أو تسعة الأخصان هاي أنت أشوفك أنت اللي كأنما ما راح تكون مستعد إنه تسمع منه أو حتى تثق فيه هو راح يحاول عندك هذا استراتيجية أول شي راح يبتدي باستراتيجية اللين استراتيجية إنه يحاول يفتح معك باب يبتدي معك صفحة جديدة لكن إذا ما صار ترى راح يغير سلوب هذا الشخص ملكة الأرض لكن أحسنا في النهاية ما راح يقدر يضغط عليك لأنه وجود عندك تسعة الأخصان كرز قوي كرز يمثل الصمود الثبات أنه أنت ما تقدر تتخطاني فبعدين راح يريد يرجع يحاول إراضيك هنا مو إراضيك بالكلام هنا أشوف كلام بطاقة كلام هنا إراضيك عندنا ملكة الأرض بطاقة الهدايا الاهتمام يتصرف مثل ما أنت بيحصل على موافقتك قبل ما يسوي أي شيء يبي يثير إعجابك يبي يرويك إنه أنت أنا حين أعرف قدرك أنا حين راح أهتم فيك الحين ما راح أسمح لي أحد يغلط عليك راح أهتم فيك مثل ما تهتم ملكة الأرض مثلا بالجواهر أغطيك أداريك أعرف وين أحطك وعرف وين قدرك هذه خطوة القادمة المجموعة اللي بعدها عندنا مجموعة العزاب أول سؤال مواصفات الشخص القادم في طريقك ثمان السيوف هذا الشخص عنده مشكلة مع مجتمعه مع أسرته مع الثقافة اللي نولد فيها مثلا أسرته أو مجتمع محافظين أهو متحرر أو العكس أهو متحررين أهو محافظ يأتي من أسرة عنده معاها خلافات احتمال برج هوائي دلو ميزان جوزاء أو حتى أرضي يبحث عن مستقبل أفضل لنفسه طموح ولكن صادق ترى يعني مو قاعد مجرد يبحث عن التحرر يبحث عن شريك يفهمه وهو حين طالع من هاي البيئة اللي معاجبته وداخل في بيئة يريد أن يبحث فيها عن شخص يفهمه وما يحكم عليه مستعد أن يعمل معاه مو ضده عنده مشكلة أيضا أحس هنا ثقة في الناس ما يقدر يثق في الناس عنده شك مو بعد نفسه عن الناس صار مو اجتماعي مر بأشياء مو لأنه هذي طبيعته بتوجه نحو العاشقين احب المتعة في الحياة أي شي في متعة المغامرات السفر الأكل الوناسة الاستمتاع بشكل عام مهم جدا لهذا الشخص الحياة الذهبية الحياة الوردية الحياة اللي أغلب الناس يتمنونها اللي ما فيها تعب وايد مشقة وايد فيها استمتاع أكثر جمال يبحث عن الجمال فنصيح عليك برج الحمل حول هذا الشخص بما أنه يبحث عن الحياة الذهبية لازم تكون أنت أيضا مثل طموح شوية متحرر أو خلا نقول تهتم بشكلك تهتم بشكلك وما يهمك رأي الناس لأنه أشوفها هنا طالع من بيئة مفجر فيها الأعراف والعادات والتقالي مو مهتمة برأي الناس احتمال كبير خلا نشوف السؤال اللي بعده وظيفته وشكله عندنا القوة كرت القوة في شيء خص الجرأة في وظيفته لأنه وراه كرت الشيطان كرت برج الجدي طلعت عندنا الطاقة ترابية هنا وإيضا عندنا برج الجوزاء وعشر الأخصان في شيء الآخرين يعتبرون عيب أو حرام هذا الشخص مشغول جدا في عمله علي الكثير من الطلب ولكن مجال عمله شوي رمادي لا أبيض ولا أسود يعني في شبهة مثلا هو يعمل في بنك ولكن البنك رابوي معاملات غير إسلامية مثلا يعمل في مطعم أو يدير مطعم ولكنهم يقدمون الكحول أو في فتيات يرقصون أو يعمل في فندق مثلا في الفندق هذا يقدمون الكحول في شيء هنا يخص الشيطان يخص أنه ما عنده مشكلة لأنه متحرر شوي ما عنده مشكلة من أجل الأموال أنه يتحمل نوع من شوي آثام حتى لو هو نفسه اللي كان مسؤول مثلا عن تقديم المشروبات الكحولية ولكنه موجود في هاي البيئة هذي بيئته بيئة محاطة بالكثير من الإغراءات الفتيات والمشروبات الكحولية يمكن أنه يعمل أو يشتغل أو هاجر إلى دولة أوروبية جدا منفتحة فصار معجب ومستانس بهاي البيئة خرج من البيئة القديمة دخل فيهاي البيئة آخر سؤال كيف تتصرف معه طبعا إذا أنت شخص هاي طاقة إذا أنت شخص متدين رح يكون فيه كونفلكت أو صراع نزاع بينك وبينها لأنه هنا ما أحس أنه عند طاقة توجه إلى التدين مرة أخرى موصفات الشكلية جذاب عندك ريزما أكثر من مون جمال نفسه جميل ولكن الكاريزما جذاب يلفت الانتباه ويحب الانتباه أيضا يحب أنه يلفت انتباه الآخرين ويشوف أنهما معجبين فيه خلنا نشوف كيف تتصرف معاه هذا الكارت ما لإسم ولكن وقفتهم تنثل وقفة العاشقين وهنا عندنا سبعة طيور فوقهم فكأنما أحس رقم سبعة دائما يعني الانتظار مع هذا الشخص لازم خصوصا إذا كان من برج هوائي لازم جدا تطول بالك الأبراج الهوائية صعب والجدي بعد عنده نهني والأسد عنده نهني بعد في أبراج صعب أنك ستحكم فيهم وتقنعهم حتى لو كنت أنت تشوف صح محتاج الكثير من تطويل البال والحب والبارض الطويل مع هذا الشخص عشان تأتي جهودك بثمارها خمسة السيوف لا توقف لعلى الحبة أو لا تحاول تغيرها بشكل مباشر على طول يصير بينكم صدام لا هذا التصرف غير منصوح فيه من قبل التارم لأنه تشوف عندنا البرج كأنه ما يقول لك هذا الكرت عند هذا الشخص أن هذا الشخص رح ينضج يتدين أو يتحرر أو whatever السلوك اللي تشوفه منه معاشبك هذا الشخص رح يتغير في وقته الخاص ما رح ينضج لأنه انطلق منه لأنه ينضج ما رح يتغير لأنه انطلق منه يتغير ما رح يرجع حتى إلى الوطن وقته اللي أنت تطلب منه رح يظل كأنه وحس أنه رح يظل على طريقة مع تغييرات بسيطة في الطريق فلا تحاول البرج رح يقع لأن الوقوع يكون بسبب تدخل إلهي أو بسبب ظروف خلنا نقول خارج عن سيطرتك يا برج الحامل فلا تحاول تسيطر على هذا الشخص تمسك البرج إنه ما يطيح البرج رح يطيح في كل الحالتين فخلنا يطيح وانت على الأقل عندك حليف أو عندك على الأقل ما تتعب نفسك أنه تتحكم بالأمور حسن هنا لحظة خروج الأمر عن يدك توجه هذا الشخص مو بيدك مثلا لو أهو كان هنا مثلا ما يصلي تقدر تحاول معاه ولكن محاولاتك خله تنبع من الحب مو من النصح والشدة والتخويف لا طاقة العكس طاقة التفاهم الهدوء لما يشوفك شخص تصلي مثلا أمامه خمس مرات طول اليوم وتصوم وتقوم بالتعليمات تقوم بالتعليمات دينك مهما كان دينك أهو هنا انت تقيده عن طريق القدوة عن طريق أن أنت مثال يحتذا به هذه الطاقة اللي لازم تاخذها معاك أوكي آخر مجموعة المرتبطين أول سؤال لكم كيف يراك الشريك يراك عندنا الغصنة الأول أي سفاير أن أنت مستقل مستقل شجاع إذا بغيت شيء تروح وتحققه ما عليك من أحد شجاع فوق كل شيء شجاع تحقق الأمور وفي نفس الوقت متعاون مع الآخرين متصالح مع الآخرين تحب عندك رحمة مع الناس ما تفكر بأنانية تفكر بعناد بس مو بأنانية أربع الخماسيات شركة يقول لي حتى لو كان برج الحمل ما يملك الكثير من الأموال ولكنك كريم بعطاء كريم بعطاء عطاء في جهود في وقت برج الحمل لاحظت في الفترة الأخيرة صار ما يثق بالآخرين بسرعة يحذر منهم دائما يكون على وجل أن لحد يأتي في حياتي يدخل ويكركبها هذا مو شيء يخل بترى أنت هنا يتمثلك أنما خط حماية لأنها الكرد هنا صاير خط حماية لشراكتك السؤال اللي بعد ما هي نقاط قوتك في العلاقة ثلاث الأكواب أنت شريك داعم وناصح ومحب ونيتك دائما أفعالك دائما حتى لو شريكك ما يتفق معاك فيها ولكن تأتي بنية صافية تحب الناس ونحبونك اجتماعي هذا من نقاط قوتك أنت بسرعة تنحب النجمة متفرد مو متوفر مو الشخص اللي امر عليك وايد منه ومتوفر لا متميز متفرد طاقة الجوهرة طاقة النجمة طاقة برج الدلو تميز او خلا نقول هني تعرف شلون تكون قدوة لهذا الشخص في مناطق معينة عندنا هني كارت برج الشيطان الايقو طلع ايضا هاي الكارتين كأن او هذا الكارت بس طلعوا في قراءة العزاب معناته في طاقة مشتركة خلال هذا الشهر برج الحمل من نقاط قوتك مع هذا الشريك لما اهو يكون مشوش لما اهو يكون عرضة للابتزاز عرضة ان احد يدخل ابيكم يدخل بينكم ان اهو يسوي شيء غلط ويدفع ثمنه انت توضح له طريقة يعني دائما النجمة هم اللي ياخذونها البحارة ويستدلون بها على طريقهم في البحر في عرض البحر انت هنا تبين للطريق ترشده الصوت اللي داخل اذنه ترشده الى الصواب لما يكون ضايعه لما تتشابه عليه الامور تتشابه عليه الاشخاص اخر سؤال كيف التوافق بينكم لشهر ثمانية شهر غصص سبعة الاكواب هنا امتداد لهاي الطاقة ان انت المرشد وهو اللي شوي يتشتت او على وشك انه يغلط شريكك وصدقام الابراج المائية حوت عقرب سرطان شريكك وهو اللي شوي مشوش او فيه تغيير قاعد يصير في حياتكم انتو الاثنين قاعدين تدخلون في مرحلة جديدة اهو عنده تخوف اهو ما عنده ثقة لان هالمرحلة تشوفها جديدة رح تنفتح امامكم اهو اللي عنده خوف انت بالعكس متشجع ومستانس ومتحمس ملكة الاكواب اوكي والاجتماع هذا الشهر رح يجمعكم او يقوي علاقتكم مع بعض رح تكونون اقرب او على الاقل حتى الانسجام بينكم اكثر التفاهم بينكم اكثر طاقة الماء مع كرت برج الجوزاء وهم العاشقين رح تكونون مو شرط فقط عاشقين ولكن جدا منسجمين منسجمين نعن مثلا اذا انتو زواجكم وضع عليه خمسة نوات لان عندنا هذا الكرت هنا رقم خمسة رح يكون في انسجام جميل انسجام جميل كأنه ما احس اما انت او شركك يعتمد على الجنس هنا رح يكون في استعداد اكثر المرحلة القادمة كأنه هنا محاولة للحمل او متحمسين انه رح يكون في حمل في العائلة وفي واحد متخوف اتوقع هو شركك اللي متخوف انت اللي مستعد وقعد بالعكس تدفع هذا الخط او هذا الحلم عشان يتحقق اوكي عزيزي برج الحمل هذه الكناة